هلو سهلا دكتور حياك الله مرحبا مستقيم الله أبو الخير دكتور اشتفسيرها القياسات الجسمية تهمنا؟ كثير كثير القياسات الجسمية كثير مهمة تحدثنا عن كثير من القياسات التي نستطيع أن نعملها أما نموجها للصحة أو للحصول على الوزن المثالي لكن طيب ما نعرف حقيقة ما خلف القياسات الجسمية يعني ما هي الحقوق التي نحن نحتاج أن نعرفها يعني أنا اللي أقيس صحيح وأعطيك الرقم هذا لكن ما هو حقك أنت يعني الشخص الذي يتم عليها القياسات الجسمية وهذه موضوع كبير وعميق حقيقة وخلينا نتحدث فيه أول شيء لازم نعرف ما هي حقوقنا عندما يتم قياسنا تعرفيني أن حتى وزنك الرقم هذا هذا يجب أن نحتفظ فيه سرا ولا يحق لأي أحد أن يعرفه الوزن فقط الوزن يعني أنت رحت عيادة أو مركز صحي أو مركز لتخفيف الوزن العيادات التغذوية هذه يقيسون ممكن أمام الناس ويمكن أنت تعرفين الشيء هذا الرقم هذا فرضا وزنك خمسين أو ستين أو سبعين أو حتى مئة ما أحد له حق أن يطلع على هذا الرقم إلا أنت وهذه أشكالية مرة كبيرة أن نحن يعني نعطي المعلومات الشخصية للآخرين القياسات التي تحدث نشوفها يمكن في البداية قبل ما يدخل الإنسان للطبيب يأخذون الطول والوزن يمكن قدام الناس قدام الناس بالفعل دكتور غرفة العلامات الحيوية الأرقام تتناقل حقيقة من ممرضة إلى ممرضة أخرى أو من إنسان إلى إنسان آخر كم وزنها والله مئة وعشرة كيلو وطولها مئة وخمسين طيب ماذا عن الإنسانة هذا اللي تم قياسها أليس لها حقوق أليس لها شعور ترجمة نانسي قنقر